اشتركوا في القناة شكرا لك فيسنتي وأود من خلالك أن أعانق الوطن الكبير الذي يقع على مسافة بعيدة من هنا لكنه قريب جدا وفي بعض الجوانب أكثر مما نتصور قدمتم البارحة خلال القمة اقتراحا محددا يهدف إلى محاولة تحقيق استقرار أسعار النفط اقترحتم خفض انتاج البلدان التي تنتمي إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بنسبة 1.6% فهل هذا كاف من أجل تحقيق استقرار في الأسعار؟ بإمكاننا دائما إعادة ضبط الأرقام إذ لم ينجح أحد أبدا في التوقعات المتعلقة بكيفية تفاعل أسعار النفط لكن بناء على تجربة التاريخية من الواضح أن انخفاضا طفيفا في كميات النفط سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار لذلك من وجهة نظر اقتصادية تقنية لا يمكن فهم هذه السياسة المتبعة حاليا بالحفاظ على كمية فائدة في السوق لأنه يكفي إجراء تعديل بسيط على الطلب اليومي للنفط بنسبة 1.6% حسب تقديراتنا المبدئية أي ما يعادل أقل من مليوني برميل نفط يوميا وهذا ما يمكن أن تحقيقه دول أوبك فقط لسنا بحاجة إلى دول من خارج أوبك من أجل تحقيق هذا الهدف عندئذ سترتفع أسعار النفط شكل ملحوظ هذا أمر واضح من الواضح أن التدني الهائل في أسعار النفط خلال السنة الفائتة بنسبة 50% قد أثر على الجميع إذن لماذا يعد إيجاد استراتيجية مشتركة لتحقيق استقرار الأسعار أمرا صعبا لهذه الدرجة هذا سؤال كبير جدا أعتقد أنه ليس هناك جواب اقتصادي لأنه من نجة نظر الاقتصادية من دون شك فأن تعديلا بسيطا في الكمية يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار إذا تم خفض الكمية بنسبة 2% وتمت زيادة الأسعار بنسبة 30% نكون قد حققنا ربحا لماذا لا تتبع هذه الاستراتيجية البديهية؟ ذلك لأن الحجة التي تستعملها بعض الدول الكبرى منتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية هي أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عروضات لما يسمى بالنفط الجودة العالية إلى السوق بأسعار أعلى خاصة النفط الصخري الذي يضر بالبيئة والموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لكن من الممكن إيجاد سعر متوازن يحول دون إدخال هذا النفط المرتفع الثمن إلى الأسواق هذه مسائل اقتصادية تقنية نحن نقدر أنه يمكن تحديد سعر برميلة نفط عموما بنحو 60 أو 65 دولارا أمريكيا ما يعتبر ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع أسعار النفط الحالية هذه وجهة نظر تقنية اقتصادية لكن على الأرجح هناك أيضا مسائل جيوسياسية تتمثل بإلحاق الضرر ببلدان معينة والحرص على أن تستفيد بعض الدول الأخرى يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حاليا مرحلة ما قبل الانتخابات وكم هو مفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية أن يكون النفط بسعر منخفض على الرغم من أنهم يواجهون مصاعب جمع في قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها قطاع النفط حيث تم استثمار الكثير من الأموال في مجال النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي ذكر لكن غالبية الشعب الأمريكي تعتبر أنه من الرائع الحصول على البنزين بأسعار منخفضة جدا داخل بلادهم من الصعب فهم هذا الأمر من وجهة النظر التقنية الاقتصادية وعلى الأرجح يمكن تفسير ذلك من خلال البعد الجيوسياسي لهذه المسألة هذا ما أردت أن أسألك عنه إذا كان من الواضح أن زيادة في العرض تؤدي إلى انخفاض في الأسعار بالإضافة إلى الحملة الانتخابية الأمريكية القريبة فما هي المصالح الاستراتيجية الأخرى التي تتحكم بتحقيق ذلك؟ على الدول التابعة لمنظمة أوبك أن تعمل ضمن نطاق هذه المنظمة فهناك بلدان غير تابعة لأوبك والاستراتيجية المطلوبة تقضي بالمحافظة على السوق لكن لنأخذ على سبيل المثال روسيا غير التابعة لأوبك والتي تعتبر المصدر الأساسي للنفط اعتقد أن الولايات المتحدة هي المنتج الأكبر ولكنها تستهلك كل ما تنتجه من النفط وصلت روسيا إلى الحد الأقصى الممكن للإنتاج إذا تم خفض الكميات فقط في الدول التابعة لأوبك حتى مليوني برميل كما ذكرت سابقا عندها يمكن تحقيق استقرار السوق هذا يعني أنه بحسب تقديراتنا وبحسب الدراسات التي أجريناها ليس من الضروري إشراك الدول غير التابعة لأوبك في هذه العملية عقد مؤخرا اجتماع تقني في فيينا ضم دولا منتجة لنفط تابعة لأوبك وأخرى لا تنتمي إلى المنظمة سيعقد اجتماع آخر قريبا كما تعد القمة الحالية مناسبة مهمة لفتح قنوات التواصل مع رؤساء دول رئيسة أخرى في مجال إنتاج النفط هل تعتقد أن هناك إمكانية للتقدم فيما يتعلق بالاتفاق على تحقيق استقرار الأسعار؟ لم تمكن بعد من مقابلة ملك السعودية التي تعتبر المنتجة والمصدر الرئيس للنفط في أوبك ولكني قبلت أمير قطر الذي أعرب عن قلقه أيضا حيال هذا الأمر وقال إنه لابد من إيجاد حل وأنه سيحاول تنصيق هذا العمل المشترك على مستوى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وانطلاقا من أوبك إذ أود أن أشدد على أن الحجة هي أنه لا ثقة بالدول غير التابعة لأوبك وبرأيي يجب أن لا نخدع أنفسنا فليست هناك ثقة بين روسيا والمملكة العربية السعودية ويعتقدون أنه إذا خفضت السعودية كمية الانتاج فستستحوذ روسيا عندئذ على هذه الأسواق نعتقد أن هذا صعب جدا لأنه أولا روسيا وصلت إلى الحد الأقصى للانتاج ثانيا أكرر أنه يكفي خفض الانتاج داخل أوبك بعد أن تتفق كافة الدول الأعضاء على ذلك وتحقيق انتعاش كبير في الأسعار عندئذ سيتحسن سعر النفط بشكل كبير بالإضافة إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط سيمكن ذلك من تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي لكون النفط مصدر لعدم الاستقرار كما بإمكانه إفادة الجميع أليس كذلك؟ أكرر لك أن أسعار النفط منخفضة جدا حاليا ولا ينخدي عنا أحد قد يقول البعض أن سعر أربعين دولارا أمريكيا للبرميل الواحد ليس سعر منخفضا وأن الأسعار قد وصلت فيما مضى إلى عشرين دولارا هذا صحيح فقد بلغ سعر برميل النفط في مطلع الثمانينيات أربعين دولارا أمريكيا إذا حسبنا هذا السعر بالنسبة للقيمة الحالية أقصد قيمة التحديث التي تبلغ خمسة في المئة نحصل على سعر مئتي دولار أمريكي للبرميل لكن لا يقتصر الأمر على هذا فقط تكليفة استخراج النفط حاليا على الأقل بالنسبة لبعض الدول مثل الإكوادور باهضة جدا أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي نحن اضطررنا لاستثمار مليارات من الدولارات من أجل المحافظة على الإنتاج فقط لا من أجل زيادته إذ لدينا أبار ناضجة تميل نسبة إنتاجها إلى الانخفاض إذن لا يمكن مقارنة الأسعار في عصرنا هذا مع الأسعار في الماضي بهذه البساطة إذ أولا قد نقع في خطأ المقارنة مع القيمة الحالية لا القيمة الفعلية ثانيا ماذا يفضل المنتجون أن يكون سعر برميل النفط مئة دولار أمريكي مع تكلفة إنتاج ثمانية وتسعين دولارا أو أن يكون سعر البرميل عشرين دولارا أمريكيا ولكن مع تكلفة إنتاج تبلغ خمسة دولارات أمريكية بالطبع سيفضلون الخيار الثاني إذن علينا أن أخذ في الاعتبار أيضا تكلفة إنتاج النفط الحالية التي تعتبر مرتفعة جدا خاصة بالنسبة لبعض البلدان لذلك هذا السعر المنخفض لا يناسب أحدا حتى أنه لا يناسب المستهلكين أقصد بذلك البلدان المستوردة للنفط التي قد تستفيد من هذا السعر على المضى القصير ولكن مع انخفاض العرض الذي قد يسببه انخفاض أسعار النفط قد ترتفع قيمة النفط على المدى المتوسط بنحو غير مسبوق لنتحدث قليلا عن اقتصاد الأكوادور ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الاقتصاد في الأكوادور قد يشهد في هذه الأيام بعض الركود لكن بحسب معطياتكم حقق الاقتصاد في البلاد في الفصل الثاني من عام 2015 نموا بنسبة واحد في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي هذا يعني أنه لا يزال يحقق نموا بالرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي السؤال هو كيف استطعتم تحقيق ذلك؟ أعتقد بفضل معجزة فقد كان العام صعبا جدا ونحن كنا خلقين جدا وهذا ما أسميه العصيفة المثالية على غرار الفيلم الأمريكي The Perfect Storm كنا قد استبقنا هذا الأمر وأبلغنا شعب الإكوادور عام 2013 أن عام 2015 سيكون صعبا جدا خاصة على الصعيد المالي لأنه كان علينا أن ندفع مليارات الدولارات لاستكمال مشاريع استراتيجية ضرورية من أجل تنمية البلد عام 2016 سنحصل على ثماني محطات لتوليد الطاقة الكهرمائية ما سيضاعف قدرة الطاقة الكهربائية في البلد في نهاية هذا العام ننتهي من إنجاز ستة مشاريع ضخمة جدا تمكننا من ري مئات آلاف الهكتارات كما تخولنا السيطرة على الفيضانات في مئات آلاف الهكتارات الأخرى هذه أمور ضرورية لتنمية البلد لكن في هذا الوقت علينا أن ندفع الكثير من الأموال قبل الحصول على قرش واحد إذن عام 2015 دقيق للغاية قبل أن تخفض أسعار النفط وحدوث مشاكل أخرى كنا نعلم أن عام 2015 سيكون صعبا من دون أن نأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار النفط هذا الأمر يقودنا لخسارة سبعة مليارات دولار أمريكي في مجال التصدير ما يمثل سبعة في المئة من النتج المحلي قرأت أيضا أن البرازيل تعاني مشاكل اقتصادية جمع لأنها خسرت خمسة وعشرين مليار دولار أمريكي في مجال التصدير بالنسبة للاقتصاد البرازيلي تشكل هذه النسبة واحدا فاصل واحد في المئة من الناتج المحلي أما نحن فقط خسرنا نسبة سبعة في المئة من الناتج المحلي في مجال التصدير البرازيل لديها عملتها الخاصة وقد اتبعت إجراءات اقتصادية صحيحة عبر خفض قيمة الريال وهو عملتها الوطنية بنسبة ثمانية واربعين في المئة نحن لا نملك عملة وطنية خاصة بناء وقد ارتفعت قيمة الدولار بنسبة خمسة وعشرين في المئة كولومبيا التي تعتبر أحد الشركاء التجاريين القريبين جدا من الإكوادور خفضت قيمة البيزو الكولومبي بنسبة ستين في المئة يعتبر هذا بمثابة صحق الاقتصاد أي العاصفة المثالية هذا وحده صعب جدا ثم انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار ولكن على رغم من ذلك قمنا بعمل جيد جدا واعتمدنا تدابير طارئ خلاق من أجل حماية منتجاتنا وقد تمكننا من خلال دائرة العفو الضربي أن نجني مئات ملايين الدولارات تحت خانة الضرائب كما عددنا مصادر التمويل لكن تحقيق ذلك كان صعبا جدا أما بالنسبة للركود فهذا يعتمد على تعريفك له التعريف الأساسي هو أن يحقق البلد النمو خلال فصلين متتاليين ولكن مقارنة بماذا؟ بالفصل نفسه من العام السابق أو بالفصل السابق لقد شهدنا نمو ظاهرا خلال فصلين متتاليين وأقول ظاهرا لأنها حسابات مؤقتة وقد يطرأ عليها بعض الأخطاء الإحصائية ولكن نأمل أن نحقق نمو طفيفا في نهاية العام نرجو أن لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا كما هي الحال الآن نستطيع أن نحقق نمو محدودا ولكنه نمو بنسبة 0.4% أوكارر يعتمد الأمر على تعريف للركود ولكن البعض يتحدث عن أزمة وهي أخضر من الركود ولكن الحمد لله لم نشهدها بعد في الإكوادور ونأمل أن لا نشهدها لا يزال الاقتصاد يحقق نموا إذن تتم السيطرة على التضخم تتم السيطرة على البطالة ومستوى الفقر إلى انخفاض هذا ما كنت أود السؤال عنه لا تزال تنخفض نسبة الفقر هل من الممكن الاستمرار بسياسة الاستثمارات العامة التي تتبعها الحكومة في الإكوادور في هذا الإطار المعقد؟ ما حصل هو أننا حققنا رقما قياسيا فيما يتعلق بالاستثمارات العامة إذ لدينا نسبة العليا في هذا الإطار بين كافة دول أمريكا اللاتينية ستبقى نسبة الاستثمارات العامة مرتفعة ولكن ليس كما كانت في السابق إذ علينا أن نتكيف مع الواقع الجديد لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر لكن يصل البعض وخاصة المعارضة للقول أن خفض الإنفاق العام هو الدليل على أنه كان هناك هدر في السابق على سبيل المثال هناك رب عائلة يوفر اللحم لأولاده ثلاث مرات في الأسبوع وفجأة خسر عمله والطر إلى تعديل نمط مصروفه فأصبح يوفر اللحم لأبنائه مرتين في الأسبوع فهل يعني ذلك أنه كان يهدر أمواله في السابق؟ هذا هو باختصار المبدأ التي تستند إليه المعارضة وبعض وسائل الإعلان في إطلاق انتقاداتها وتحليلاتها بنزعتها التبسيطية نعم بالتأكيد على الدولة أن تتكيف مع الواقع الجديد هناك مبدأ اقتصادي يقول إذا كانت هناك مشكلة أو صدمة مؤقتة من الخارج كما هي الحال الآن فيجب مواصلة التمويل أما إذا كانت هذه المشكلة مستمرة وطويلة الأمد فيجب التكيف معها والبناء على أساسها وهذا ما قمنا به لعام 2016 فقد حضرنا موازنة تعتمد على أمكانية وصول سعر برميل النفط إلى 35 دولار أمريكيا في الأصول الأيديولوجية يعمد حتى إلى شيطانة الاستثمار وهذا هو الفخ الذي يؤدي إلى التخلف يقولون لا يمكن أن تستثمر الدولة إلى هذا الحد لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد ويزيد من الاستراد هذا يعني أنه لا نستطيع أن نستثمر لأننا لسنا على مستوى المنافسة والعكس صحيح لن نكون أبدا على مستوى المنافسة من دون طرقات ومن دون طاقة ومن دون تعليم هذه هي الحلقة المفرغة للتخلف التي يجب أن نكسرها لذلك علينا قبول تحديات مدروسة وهذا ما قمنا به بطريقة ممتازة بالفعل لكن صوطف عام 2015 وجود عدة عوامل لم يكن مقدرا أن تحصل ولكنها حصلت وعلى الرغم من ذلك كنا على استعداد تام لمواجهة هذه الأوقات الصعبة خلال العام المنصرم انخفضت نسبة الفقر إلى 2.4% في الأكوادور هل هناك هدف ما ترغب بأن تحققه خلال 2016-2017 في هذا الإطار؟ هذا الموضوع مهم جدا أقول بصراحة لا لأننا نمر الآن بفترة خفاض في النمو فقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا وقد وثقت ذلك كتابة ليس النمو شرطا ضروريا ولا كافيا لتحقيق التنمية ليس ضروريا إذ من الممكن تحقيق تحسن في مستوى العيش عبر توزيع أفضل للدخل وعبر عمل جماعي أحسن بفضل الإنتاج الذي تحقيقه الآن وبفضل توزيع أحسن للدخل بإمكان أمريكا اللاتينية أن تقضي على كافة أشكال الفقر أما بالنسبة إلى مسألة أن النمو ليس كافيا لتحقيق التنمية فإذا كان النمو مرتفعا فهذا لا يعني أن الجميع يعيش أفضل لحظنا في العديد من دول أمريكا اللاتينية التي حققت نموا مرتفعا أن نسبة عدم المساواة قد ارتفعت ممكن أن يؤدي النمو إلى أفقار الشعب الجميع يرغب بتحقيق النمو شرط أن يكون نموا مناسبا ويحسن ظروف معيشة الفقراء هذا هو نوع النمو الذي حققناه في الإكوادور أما الآن فسوف نشهد انخفاضا في النمو بسبب الظروف الخارجية التي تؤثر سلبا علينا لكن على مار السنوات التي مضت أنشأنا شبكات حماية للمواطنين الفقراء للحؤول دون تأثورهم سلبا كما كان يحدث في الماضي في الماضي عندما كنا نواجه مشكلة اقتصادية كان ثقل المصاعب كلها يقع على كان الأشخاص الأكثر فقرا كما أن هذا العام هو عام صعب جدا إذ أن نسبة 0.4% من النمو ليست نسبة عالية لكن نسبة الفقر لا تزال تنخفض فقد أشار آخر استطلاعا للرأي إلى أن هذه النسبة قد انخفضت مقارنة مع سنوات الماضية وقد أتى هذا الانخفاض بنسبة نقطتين فقد وفرنا التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاجتماعية التي يساهم في حماية المواطنين الأكثر ضعفا من هذه الصعوبات الاقتصادية لنا تحدث قليلا عن الوضع السياسي أعتقد بأن موضوع هذا السؤال هو من أهم المواضيع في الوقت الراهن سألك الكثيرون عنه من قبل لكنك لم تشأ أن تفصح عن الأمر هل ستترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017؟ لا ليس الأمر كذلك لم أترك هذا الأمر غامضا بل أوضحت أنني لا أريد أن أترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية أريد أن أفصح في المجال لوجوه جديدة ولكوادر جديدة لكن الوضع سيستمر كما هو وسنستمر بتحمل المسؤوليات الكبرى التي تقع على عاطقنا ومتبعة هذه المشاريع السياسية التاريخية التي تتعلقوا بهذا التغيير العميق الذي يحدث في قراتنا الأمريكية عموما لكن أقول لك بصدق وبحسب تطور الأحداث وعلى الرغم من عدوانية المعارضة التي نراها في كل مرة أكثر عدوانية وأكثر عنفا وبالرغم من تواطئها الوقح مع بعض وسائل الإعلام المتفلتة من كل شيء لا أعلم إذا سمعت مثلا عن تظاهرات كبرى مزعومة في الإكوادور فقد بلغ عدد الأشخاص الذين اشاركوا في أكبر تظاهر في كيتو خمسة ألاف شخص في مدينة يبلغ عدد سكانها مليونين وخمسمائة ألف نسمة فلولا وسائل الإعلام لما كانت هناك تظاهرة احتجاج أساسا إذ أنهم يقلبون الحقائق كلها إنهم منقسمون جدا لدرجة أنه ليست هناك أي شخصية في المعارضة قد تنتزع منا منصب الرئاسة في عام 2017 لذا أعتقد أن أي مرشح آخر من تحالف البلاد اليانسى بايهيز سيقودنا إلى الفوز أعتقد أن المعارضة تخطط للسيطرة على المجلس النيابي لأنهم لطالما لجوا إلى هذه الطريقة لابتزاز الحكومات المتتالية أعتقد أن الخلاف سيتركز في المجلس النيابي يمكن أن أكون مخطئا لكن أقول لك بصدق وراحة وبحسب مجرى الأمور لن يكون ضروريا أن أترشح لم أرغب بهذا المنصب قط فقد كان بمثابة جهد دائم لا أود أن أبدو كأنني ضحية لأنني واقعا عملت في هذا المنصب بسعادة عارمة وبحب كبير لوطني لكن هذا الأمر متعب ويتطلب تضحيات ويجب أن نفسح في المجال الأجهال الجديدة وأعتقد أن كل شيء ممكن في عام 2017 بإمكاننا تحقيق الفوز دون أن يكون رفيال كوريا مرشحا أما الصراع الأكبر فسيكون في المجلس النيابي يحدث في الأكوادور شيء على غرار ما يحدث في باقي الحكومات التقدمية في المنطقة ما هو السبيل إلى تحقيق التقدم في الإدارة دون الوقوع في حالة من الحصار مع وجود هذه المعارضة القاسية إلى هذا الحد كيف تقومون بذلك؟ جمودنا من أي ناحية؟ أقصد كيف تتفادون أن تحاصركم هذه المعارضة القاسية في هجومها المستمر عليكم هذا أمر تعانيه أيضا دول كفنزولا وبوليفيا نحن نواجه معارضة قاسية جدا هو أمر طبيعي فنحن لسنا ضد الديمقراطية بل على العكس نحن نرحب بالمعارضة الديمقراطية ولكن ليتهو كانت هناك معارضة ديمقراطية على الأرجح سمعت الأصوات التي تصاعدت من التظاهرات التي جرت في تموز أو آب لم تكن تنادي بتغيير سياسي بل كوريا إرحل هناك مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لا فقط إلى البرجوازية بل أقول إن هناك يساريين متطرفين يعملون كجزء من البرجوازية وقد اعتادوا تغيير حكومات على مزاجهم قبل هذه الحكومة كانت الحياة السياسية في الإكوادور محكومة بمجموعات ذات نفوذ كبير نفوذ أمر واقع أنا أتحدث عن مجموعات من السكان الأصليين اليساريين المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على قطاع التربية والتعليم مجموعات من المصرفيين الذين يسيطرون على القطاع الملي من رجال الأعمال أصحاب الشركات الضخمة كانوا يسيطرون على قطاع الأعمال بالإضافة إلى مجموعات إعلامية كانت تراقب الإعلامة عامة لم يكن باستطاعة هذه المجموعات منفاردة أن تحكم وأن تتقدم بالبلاد من خلال مشروع وطني لكن كان باستطاعتها تعطيل عمل الحكومة أو أي مشروع وطني وهذا منسميه حق النقد الفيتو وقد خسرت هذه المجموعات حق النقد هذا من خلال ثورة المواطنة وتريد الآن استعادته لذلك نرى في التظاهرات في الشوارع اليمين المصرفي المتطرف حتى الأحزاب اليسارية المتطرفة التي هي ضد المصارف والضريبة المضافة كانت معا في التظاهرات بهدف زعزعة استقرار الحكومة وفي محاولة لاستعادة حق النقد هذا الذي كانت خسرته إذ إنهم يعلمون أن ليس باستطاعتهم أن يتولوا الحكم هذه هي طبيعة الحياة السياسية في الإكوادور ليست هناك معارضة ديمقراطية هم يريدون زعزعة استقرار الحكومة هناك مواجهة مستمرة وقد ازدادت حداتها خلال الأشهر الماضية لأننا قبل عام من الانتخابات يحاولون إنهاك الحكومة قدر المستطاع من أجل إضعافنا في الانتخابات المقاررة في بداية عام 2017 لمحاولة تسجيل بعض النقاط الإضافية لكن لا ينخد عننا أحد ما يريدونه حقيقة هو تجنب حصول هذه الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سوف يهزمون لذلك يقومون بزعزعة الحكومة لا أحد يعترض على المعارضة الديمقراطية بل على العكس نحن نرحب بها لذلك فأن غياب هذه المعارضة الديمقراطية الحقيقية له أثر كبير جدا خاصة في دول مثل الإكوادور وفنزولا وبوليفيا والأرجنتين لدينا معارضة متآمرة تسعى إلى زعزعة الاستقرار بالطواطئ مع وسائل الإعلام مع خواتيم هذه الحلقة أود أن أطرح عليك سؤالا إضافيا كانت السنوات العشر الفائدة صعبة بالنسبة لأمريكا اللاتينية مع كل مواجهات من محاربة الفقر والأمية وإلى آخره هناك انتخابات مهمة في فنزولا وستجري الدورة الثانية من الانتخابات في الأرجنتين كيف ترى السنوات المقبلة في أمريكا اللاتينية؟ أرى أن هناك رد فعل مذهلا من قبل المحافظين ما يجري الآن مختلف عما كان يجري في السنوات الماضية حيث كانت ردود الفعل مفككة من ناحية الاستراتيجيات المتبعة أما الآن فهي أكثر ترابطا على الصعيدين الوطني والدولي مع استراتيجيات واضحة وهجوم ممنهج في شبكة التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وفي الشوارع مستخدمين أسلوب المقاطعة في القطاعات المالية وقطاع الأعمال بالإضافة إلى حروب اقتصادية وحروب نفسية إلى آخره ليس هناك أي شيء جديد بالنسبة لتاريخ أمريكا اللاتينية لنتذكر ما الذي حدث لألندي في الشيلي هذه وصفات معروفة جدا ومن غير المسموحة ننساها يجب أن نتعلم من التاريخ لكن علينا مواجهة الظروف الجديدة لا نزال نمتاز بدعم كبير من شعوبنا لكن هؤلاء يملكون نفوذ الأمر الواقع وباستطاعتهم إثارة ضجيج عارم على رغم من أعدادهم القليلة كما تتقطق حبة الجاوز رغم قلة عددها وعلى الأرجح ربما يسببون الضررا كما يحدث في البرازيل والإكوادور وبنزولا إلى آخره علينا مواجهة الظروف الجديدة وسنتمكن من ذلك من خلال وحدة شعوبنا ومن خلال التنصيق بين الشعوب التقدمية واعتماد مواقف مشتركة في وجه محاولات استعادة المحافظين لنفوذهم والرجعية التي تريد أن تعيدنا إلى الوراء لسا لدينا المزيد من الوقت شكرا جزيلا سيد الرئيس رئيس البلد الأكثر تنوعا في العالم كما ذكرت البارحة في قمة الدول العربية ودول جنوب أمريكا شكرا جزيلا لك كما يقال في العادة الأرجنتينيون مسرورون لأن البابا أرجنتيني الأصل وعندما علمت رئيسة البرازيل أن البابا أرجنتيني قالت إذا كان البابا أرجنتينيا فأن الله في البرازيل أما الأكوادوريون فيقولون صحيح أن البابا أرجنتيني ومن الممكن أن يكون الله في البرازيل لكن كن على ثقة بأن الجنة هي الأكوادور لذا أهلا وسهلا بكم في الأكوادور رافيال كورية رئيس جمهورية الأكوادور مؤيد صلب لمبدأ خفض إنتاج النفط لتحقيق استقرار الأسعار يؤكد أنه أنجز معجزات اقتصادية في ظل العاصفة المثالية ويعتقد أنه ليس ضروريا أن يترشح مرة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كنتم مع مقابلة حصرية مع رافيال كورية لقناة تلسور شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة